السلام عليكم مرحبا بكم من جديد ولا تنسى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الفيديو الذي سيأخذنا في رحلة إلى عالم الحيوان لاستكشاف الجمال هذه المخلوقات الرائعة التي تجمع بين القوة والأناقة لطالما أثارت إعجاب الإنسان لنكتشف سويا سر جمالهم وطريقة حياتهم الفريدة دعونا نلقي نظرة على حياة الجمل وكيف يتفاعلون مع البيئة التي يعيشون فيها الجمال حيوان ثدي كبير معروف بقدرته على البقاء على قيد الحياة في ظروف الصحراء القاسية يعرف أيضا باسم سفينة الصحراء بسبب قدرته على ذهب لمسافات طويلة عبر أل الرمال في ظروف قاسية والجمل يعتبر وسيلة تنقل على مر العصور فعالة في البيئات القاسية التي يعيشون فيها الجمال لها عدد من الخصائص التي تسمح لها بالبقاء على قيد الحياة في الصحراء لديهم سنام كبير يخزن الدهون والتي يمكن استخدامها للطاقة عندما يكون الطعام شحيحا يمكنهم أيضا تخزين الماء في إجسامهم مما يسمح لهم بلا الذهاب لفترات طويلة دون شرب الجمال لها أرجل طويلة وسميكة تساعدها على المشيعل الرمال دون أن تغرس فيها لديهم أيضا جفون طويلة وسميكة تحمي أعينهم من الرمال والرياح ويتميز الجمل بجسمه الضخم ورقبته الطويلة يعيش الجمل في بيئات متنوعة في الصحاري الحرة والسهول والغابات الجمال حيوانات اجتماعية تعيش في مجموعات ويساعدهم العيش في مجموعات على العثور على للطعام والماء ولا التنقل فيه الصحراء وعلى مر العصور استخدم الجمال من قبل البشر للتنقل ونقل البضائع أنها حيوانات قوية يمكنها تحمل للكثير من الوزن وتحمل ظروف قاسية الجمال حيوانات رائعة ومثيرة للاهتمام تلعب دورا مهما في الحياة الصحاوية أنها مثال رائع إذا كن مهتما بمعرفة المزيد عن الجمال فهناك العديد من الأماكن لك يمكنك زيارتها مثل حديقة حيوان أو محمية صحاوية أو يمكنك قراءة الكتب أو المقالات عنها وأيضا وذكر الجمل في القرآن الكريم بسم الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت صدق الله العظيم الجمال حيوانات ذكية واجتماعية ولديها مجموعة متنوعة من السلوكيات المثيرة للاهتمام أن الجمل ليس مجرد حيوانات بل هم جزء من تاريخ وثقافة الإنسان انضموا إلينا في المزيد من رحلات اكتشاف الحياة البرية شكرا لمتابعتك والي اللقاء في فيديو جديد ولا تنسى عمل لايك والاشتراك في القناة